الطريقة التانية اللي كان فيها مشكلة الناس كانت قادة تقول طب محمد صلاح ليه ما بيخشش لأ ما تبعدش محمد صلاح عن 18 خلي محمد صلاح دايما في وش الجون والكلام ده كله طيب أنا لما بيجي يلعب بالطريقة التانية يا كريم اللي هي بالطريقة 4-4-1-1 بيبقى على طول محمد صلاح هنا وفي المينيو المشكلة ان محمد صلاح بيبقى مرمي في حضن الاتنين دول محمد صلاح راجل ما بيلعبش بيدماغه بشكل كويس محمد صلاح مش بنلعيبة اللي تضرب وتزقه وتقدر تاخد على البعيدة وكلام ده كله هي الميزة كلها محمد صلاح لما بيلعب هنا في مباراة زي مبارات منشستر سيتي كان العكس تماما كان كله راجع لورا ففي مساحة بالزبط وكان محمد صلاح واقف هنا وشوفنا الكلام ده في جون كانسل ومحمد صلاح على طول مرمي هنا في حضن بس يا كريم لما منشستر سيتي على طول طاير بنلاقي ان في مساحة فشوفنا الجون بتاعه إليسون الباقtırه في مساحة كلها محمد صلاح يقدر يروح كده أو محمد صلاح يقدر يروح كده في مساحة إنما لما لاجي لعب فرقة زي ليدز يونايتد أو زي نوتونجان فورست هرمي محمد صلاح عطول في عوضنا الاتنين لعيبة ونشوف بالحالات الراجل اللي يتكتف مش قادر يطلع بها تعال نشوف الحالات نشوف الحالات يلا بينا إحنا اتكلمنا إن فيه أزمة كبيرة جدا أنا كريم عند جومز وعند فندايك دي مباراة إيه يونايتد اللي كانت مبارح اللي خسروها اتنين واحد صراح وليفر بيقدم موسم كاريسي بس الحظ بس يا كريم ليدز يونايتد بداع فرص كتيرة جدا جدا وكان فيه بس الشهود التاني تحديدا ليفر يعني ضايع بتاع 12 فرص والمصيبة الأكبر إن الراجل نزل ميلنر في آخر 12 دقيقة لحظة واحدة معلش أجل نزل ميلنر في آخر 12 دقيقة عشان خاطر يقلم وراء أرنولد إن حاس أن أرنول تأب بدنيا الجون جي برضو من ناحية ميلنا في ناحية اليمين دي هنا الجون اللي جي ليدز يونايتد بسيط جدا طبعا جومز أخطاء كاريسية وهنشوف بالحالات دلوقتي جومز هنا كورة مع ليفر بول ما فيش أي مشاكل خلاص نكمل نشوف هنا جومز بيرجع للكورة اللي وراء بيرجع لمين؟ بيرجع لأليسون عاوزك تبص على الصورة البعدها عاوزك تبص كريم على فندايك بص فندايك الكورة تلعبت فندايك أصلا مش باصص للكورة وبيتكلم مع روبرتسون بيقوله افتح هناك على أساس أن الكورة تروح لأليسون وبعد كده روبرتسون يبتدو هجمة من تحت فندايك سرحان ومشو أخب باله من الكورة نكمل الكورة تلعبت بالعرض يا كريم بص هو فندايك بيتكلم مع روبرتسون وسايب الراجل الأمجي خاطف طبعا لا أنا آسف سرحان لا سرحان لا ما أصدتش أنا آسف والله أنا من أكيد برضو مش هتصدق أن جوميز هيعمل كده هو بردسون برضو بقى ما فيش حد هيصدق هو خطأ الأمجي ولا ألسون سرحان هو بس هو جاء جوميز اللي عمل حياة هو عمل حاجة غريبة جدا فهو الخطأ الأكبر طبعا على جوميز ثم فندايك فالكورة بتتلاقي طبعا بالعرض الجومفة دي بيقدر الراجل يحطها بمنتقى سهولة الهدف الأول ليد جينايت تبوز المباراة من قبل لما تبتدي عارف أنت مدرب بيبقى حاطة تاكس وحاطة طريقة معاناة هبتدي بيها المباراة لكن بتبوز طبعا في أول تمام نشوف الحالة اللي بعدها هنا يا كريم دي كورة برضو في الشوت الأولاني هنا بنشوف ليدز ببتدي من تحت بيلعب الكورة للباكرايت بتاع ليدز يونايتد نكمل بالصورة هنا يا كريم أنا بس مش شايف كويس ماشي نكمل بالصورة يا جلال عاوزك تبص هنا يا كريم على فابينيو والراجل بتاع ليدز يونايتد بص الراجل فين مع فابينيو مفروض فابينيو ماسكو مان تومان نشوف الصورة اللي بعدها الراجل بدأ يفرد عن فابينيو فابينيو أصلا ماشي صرحان خالص ومش واخد باله من أي حاجة الراجل بيلعب الأوفر بيروح بمنتصر ولوحده خالص مع أن فيه زيادة عدي عندك 1 2 3 4 5 6 على 3 لعيبة فقط من ليدز يونايتد وبرغم كده يا كريم ليدز يونايتد بياخد المبادرة والكورة بتتلعب والراجل بيضايع الكورة برضو دي كانت هاجمة خطر جدا ليدز يونايتد وده زي بقولك عليه في عدم ارتداد قوي من لعيبة نص الملعب في افتكاك الكورة اللي بعد شوف الحالة اللي بعدها هنا يا كريم برضو نفس الكلام الكورة هنا برضو بتقطع من نص الملعب ليدز يونايتد برحب تقولي حظ ليفر بول وحش ولكن حظ ليدز يونايتد برضو كان وحش في كورة كتيرة الكورة هنا بتتقطع بتتلعب اللي رايح له برضو الراجل بيلعب دابل باس مع الراجل اللي عليه الدائرة نكمل بها كريم نشوف هنا يا كريم الضغط الضغط بتاع ليفر بول كالعادة مش موجود لعيبة ليدز يونايتد بتطلع براحتها خالص ده المساحة اللي انا بكلمك عنها يا كريم لحظة نقف هنا بص المسافة ما بين ومسافة ما بين روبرتسون الباكليفت بص المساحة اللي موجودة في وسط الملعب بتاعة آآ ليفر بول ده اللي احنا اتكلمنا عليها يا كريم قلتلك ان لما اللعيبة لما تكون تلعب ضغطة عالي محتاج ان انا نص الملعب افتكي فيه كرة بسرعة رهيبة وفي نفس الوقت برضو ان الاثنين الستوبر والاثنين سنتر باكليفت بتوعب يلم وراء ولكن اللي انت شايفين شان فيه في عشوائية كبيرة جدا جدا في التمركس في اي كرة عكسية بتيجي على ليفر بول نكمل شفت المسافة طبعا المبين بص كام واحد يا كريم على كام واحد تقريبا اربعة رايحين على باندايك لوحده نكمل برضو صورة الراجل عنده كذا ممكن يلعب على اليمين ممكن يلعب على الشمال لعبها على الشمال نكمل برضو نصوري لعبها على اليمين والرجل بيخش وبيشوت ولكن بتتطط بص روبرتسون فين مش موجود أصلا في دار روبرتسون فيه مسافة كبيرة جدا نشوف برضو الحالة اللي بعدها برضو يا كريم هنا ده الهدف بقى التاني اللي كان فيه كارثة كبيرة جدا أنا نزلت ميلنر الشوت التاني في آخر 12 دقيقة علشان خاطر الاندفاع الهجومي يبقى ميلنر بيلم ورايا لأن أرنض عطوة ظهره مكشوف فنزل ميلنر الكرة هنا بتتقطع في الدقيقة بالزبط تقريباً 89 في المباراة الكرة بتتلعب لعيب كان لسه نزل عنده 18 سنة يسمى نجونكوس صغير في السن في ليدز ينايتد الراجل بيستلم الكرة بيموها بيعدي من ميلنر نكمل السورة البعدها بص يا كريم بيموها ويعدي من ميلنر عاوزك بقى أن نشوف الكرة البعدها الراجل ماشي شوف قعد من 4 ل 5 ل 6 ثواني كرة راجل في رجله ومفيش ضغط مفيش ضغط بشايفين جونس وميلنر بص يا كريم كل دي سكرينشوت وليس هم شايين هامي تلاقي كرة ياوت عشان عايزين بس يا كريم في الكرة دي غريب غريب جدا وانه عادي حلق بقى فاندايك دايما أجرسف هيدخر رجله ياخدها بالزبط يا كريم بص هنا أول ما تلعبت فاندايك بيحاول يزبق الراجل بيستلم الكرة المين بقى ده بانفورد بانفورد بيلعب باص على طول رقم 10 مش متذكر اسم عفش رودريجو تقريبا أول مش فاكر مين بص بقى فاندايك هنا أنا مش عادي فاندايك بيحلق عليه في 6 يارد بيحلق 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 لغاية لما الراجل استلم الكرة بيمينه عدالها على شماله وقامضتشها جايب جون في الديها 89 بدل ما احنا كنا مستنين جون لليفر بول العكس هو اللي حصل لليدز انويتد نشوف برضو مباراة تانية علشان أريك يا كريم إن المشكلة دايما عند ده مباراة ليفر بول لنتنجام فورست لنتنجام فورست اللي خسر النهاردة من أرسنا الخمسة وعاوز أقولك يا كريم لنتنجام فورست عامل فرص على ليفر بول في المباراة دي أكتر من ليفر بول عاوزين بص بقى هنا على محمد صلاح دي الموضوع اللي أنا بكلمك عليه بص محمد صلاح فين يا كريم في وسط الزحمة نمشي الكرة ده مش مكان سليم مش مكان سليم بص يا كريم مرمي في حضن المدافعين ومش بتاعته ونكمل الكرة برضو فابينيو هيحاول يلعب الكرة الكرفالو هيحاول يعمل دابل باس مع محمد صلاح بمجرد الباس لمحمد صلاح زحمة كبيرة جدا عليه الكرة بتتقطع بص بقى كريم الكرة لما تقطعت وطلعت الناحية تانية نشوف هنا بيشتت الكرة بتوصل هنا لفرود رقم تسعة بتاع نوتنجام فورست بياخدوا الكرة من فابينيو نكمل الكرة بص بقى كريم الارتداد الدفاعي السيء وبص الاندفاع من لعيبة نوتنجام فورست نكمل برضو الكرة شايفين هنا الاندفاع الكبير من لعيبة نوتنجام فورست ومفيش بص يا كريم برضو كام واحد على كام واحد بص يا كريم عاوز تعمل مشكلة لأي حد في الدفاع انت حط اتنين على اتنين او تلاتة على تلاتة في مساحة كبيرة في مساحة صغيرة ممكن لعيبة أتقفل ولكن في مساحة كبيرة من نص الملعب زي ما قلت لك هنا على البورد ان انا عندي المسافة الكبيرة دي كلها فطبيعي جدا عندي مسافة قادر اعمل قادر اعمل قادر اعمل قادر اعدي قادر اقطع وهو ده اللي بيحصل فشوفنا هنا برضو دي كرة من الكورنطنجام فورست ضيعة فورست كتيرة جدا شايفين اتنين على اتنين والراجل بيقدر انا بس عارف ان الوقت دايق في بس كرة واحدة عاوز اجيبها لجومز في الحالة اللي بعدها هاتي اللي فضاء عليها الحالة اللي بعدها لا الحالة اللي بعد دي برضو معلش عشان الكورة دي مهمة جدا ماشي نكمل كده الصورة دي هاتي اللي بعدها معلش الحالة اللي بعدها برضو جلال انا جاب حالات كتير جابت العاشر ايه هي الكورة دي الكورة دي الكريم عشان اواريك قدي الرجل جومز ده كارسة بص هنا كريم الكورة بتلاعب الجومز عاوز بالزبط عاوز يلعب لقيت نشوف هو اللقب الباص الضغط من نوتنجام فورست على طول اول ما تقطعت نكمل اول ما تقطعت الرجل قطع الكورة نكمل بقى بالكورة مفروض دلوقتي هيحصل الارتداد لحظة بقى هنا نقف هنا عاوزك تبص على وش جومز بصص فين في الارض بصص في الارض اللعيب بتاع نوتنجام فورست لعب الباص غلط نكمل الباص لعب الباص لبرة يعني جومز هي كورة على عدلته الواحدة واحدة بس جلال بص الكورة على عدلة جومز يعني هو لو بص بس هياخد الكورة لكن الرجل سرحانه بيجري ويشوفوا اتجاه مرماء ومش واخد باله فيروض فين أصلا معين الكورة جات على اتجاه طبعا التشتت ده خلى لعيب نوتنجام فورست تاخد الكورة شايفين طبعا المسافة بص بقى يا كريم واحد اتنين تلاتة اربعة على اتنين لعيبة فقط ومين بقى ده ميلنر وجومز ومش موجود لاندايك مش موجود فابينيو مش موجود أي حد من لعيبة نص الملعب بتاعة لبراكول وبيعدوا واحدا فالأزمة سريعا قبل ما أقفل الأزمة يا كريم إن أنا ماينفعش بنفس العناصر دي إن أنا أمشي بنفس الطريقة بتاعت بنفس الهوية بتاعت لازم أغاهر هويتي ودي المشكلة اللي فيها محمود رائع كالعادة والله رائع كالعادة أنا بشكرك شكرا جزيلا أنا نفسي طول معاك أكتر من كده كالعادة استعرفت خلاص إن الوقت تبقى دايما ديستان مشلت كلامك دايما حد شكرا جزيلا